دي وصفتي اللي دايماً باعتمدها من سنين في كيكة الشوكولاتة وشوفوا قد إيه الكيك بيكون مويستو بيكون غني وطعمه خطير وسواء هتستخدموها كتورتة أو ككيك أنا متأكدة أنكم هتعتمدوها مش هتغيروها أبداً استخدمت كباية ونص من الدي وضيفت عليهم كباية لربع من الكاكاو الخام وطبعاً كل ما كانت جودة الكاكاو وتعمه حلو كل ما هدينا طعم كيك أحسن وجودته أفضل وستخدمت معهم كباية وربع من السكر ودي كمية معقولة معاولة أوي بتتناسب كمية الكاكاو الخامة اللي إحنا استخدمناها وبتكون السكر في الكيك تعم مزبوط جداً وبعد كده ابتديت أن أضيف عليهم معلقة من الباكينج فاودور ونص معلقة من الباكينج سود والرشوة من الملح وسأبتدي أن أقلب المكونات الجفة مع بعض كويس جداً وبعد كده بضيف عليهم تلت تربع كباية من اللبن الرايب والرايب اللي هو اللبن مش الحليب بعد كده ضيفت معهم بطين وتلت كوباية من الزيت بعد كده ببتدي ان انا اخلط المكونات دي مع بعض كويس جدا وبضيف معهم 3 تربع كوباية من المياه المغلية المياه بيكون بتغلي كويس جدا بضيف معها معلقة من النسكافيه معلقة النسكافيه اختياري لكن انا بحب اضيفها علشان بتعزز طعم كيكة الشوكولاتة وببتدي ان انا قلب المكونات بتاعتي كويس جدا لغاية بس ما المكونات كلها تمتازج مع بعض لكن مش ببالك في الخاف بعد كده اما ان انا بنصبه في القلب كبير او ان انا كنت مجهزة للأوالب الصغيرة دي دفتها فيها الكمية دي عملت لي 8 من الأوالب اللي هم الورق الصغيرين دول ودخلتهم فرن متسخن على درجة حرارة 180 رفو اوسط لمدة تلت ساعة بعد كده بطلعهم من الفرن ومسيبوا لغاية ما يبرد تماما وطبعا استخدامات الأوالب دي في المدارس او حتى في الخرجات لو حبيين داخدوا الكيك معكم بيكون نزيزة اوي بس انا كنت هقدمها في البيت في حبيت اقدمها لديوفي بشكل يكون نزيز كده ويكون شكل شيك اوي فحضرت معاها سوس خطير وحرفيا السوس ده بين الى الكيك من حتة لحتة تانية خالص ومش يحتاج منكم اكتر من 10 دقيق واستخدمت معايا نص كوباية من الحليب كامل الدسم وضفت معايا نص كوب من الحليب الباودر ونص كوب من النشا طبعا ديقدروا تستبدله النشا بالحليب الباودر او العكس لكن اضافة الاثنين مع بعض بيفرق في الطعم وبيفرق في القوام بتاع الصوس بعد كده ضفت معاهم من 3 تربع لكوباية كاملة من السكر الباودر السكر انا كنت تحناه في البيت وبعد كده ضفت عليه وضفت معاهم علقتين من قشة توسش الحليب لو القشة مش متوفرة في البيت قدروا تستبدلوها بمعلقتين من الزبدة او 3 معلق من الزيت وضفت معاهم نص كوباية من الككاو الخام وطبعا كلما كانت جودة الككاو وطعمه حلو في بيدي طعم افضل لصوس واختياري لتعزيز الطعم من ديف نص معلقة صغيرة من قهوة سريعة الزبان بعد ما ما تأكد ان الماكس بتاعي متازج مع بعض كويس جدا ما ديف معاهم نص كوباية من الكريم شانتيق او الريموب وهنا ما بتدي ان انا اخلطهم وهنا بيفرق جدا في القوام بتاع الصوس بتاعي وشوفوا قد ايه حولوا للقوام كريمي وخطير جربوه اكتبولي في الكومنس رأيكم فيه ومش قادر اقول لكم قد ايه طعمه خطير افضل من اي صوس شكولاتة حضرته قبلك وطبعا واضح قد ايه نقل شاكل الكيك وطعمها يا جماعة كان خطير جربوه اقولولي رأيكم